موضوع بقى ايه? انه هده اللي بيجرنا بقى للمداخلاء اللي هي اللي نسمعها من شوية. ولا قبلها? ربنا انت لو عدت عمرك كله تتعلم اسماء الله الحسن عشان تفهمها مش هتفهمها. بس هو بيفاهمها لك. هو ايه حضقة هو انت في انتهى ولا ما في انتهاش? نعايزين نعرف يا باش يعني ايه سنسير. هو انت في انتهى اسماء الله دي ولا ما في ما في انتهاش نفسك عمرك كله عشان تفهمها ان شاء الله لما تخلص عمرك كله تفهمها بقى تعالى قول لنا. يا احمد لو تجاوب يا احمد على السؤال. في انتهى ولا ما في انتهاش معلش خلينا اخلص في انتهى في حدود اه عقل. اللي انا بقول لك لكن هي. من كتاب زعيم البصمجية وانتش عارف ترد عليها. مش عارف ايه لانا مش عارف ارد عليها. بس عارف انت اللي هو ايه خدون بصوا. انت مش عارف ترد اهو. مش عارف ارد علي ايه عامد. لا اصلا في فيش حاجات بقى ما هو رائل كون واكوان مش عارف ايه. انا موزل او النظري ايه. انت قريب كل الكلام ده. يا راجل عايب عليك. يعني ايه? هل احنا مغفلين للدرجات دي? طب انت عايز تستخفل نفسك انت مازي تستخفلني ايه ايه. ربنا يا راحيم. لالا بس مش الرحمة اللي انت فاهمها. هي الرحمة دي ايه يعني. يعني يعني هي مش الرحمة اللي انا فاهمها. طب الرحمة انا مش فاهمها. اعمل بها ايه؟ الرحمة دي المفروض ان احنا كبشر فاهمين الرحمة اللي هي ايه. ان انت بترحم واحد ضعيف بقى عنده مشكلة عنده قزمة بيتألم . دي اسمها الرحمة. لا بس هو رحمته بقى غير الرحمة دي. طب خلاص احنا نعمل بها ايه? ما هتفيدنا هنا في ايه? عارف انت لو انت دخلت اه الشباب الامريكي بتاع الارياف بيحبوا جيبوا العربية القديمة وصلحوها. ويقعد بقى ركب فيها حاجات مش عارف ايه. بس يقعد يقول لك ايه? شايف الانجن ده? الانجن ده مش عارف في سيكس مش عارف ايه انا جايبوا منين? وهي اساسا عربية خوردة يعني جايبها. بس ايه? بيشرح لك الحاجات. اه. خليب انت دخلت بقى يقول لك بص بقى شايف الحتة اللي انا مركبة دي. ها? انت عريف دي بتاعت ايه? لأ. لأ وانت مش هتعرف. دي حاجة انا بس اللي عارفها. طب انا اعمل ايه? اشتري بقى العربية. تعرف احها? اشتريها ازاي وهي فيها حاجة انت وتقول له بتاعت ايه? اقول لك انا بس اللي عارفها. يا بخليها لك. انا اعمل بها ايه يعني اشتريها منك لأيه? الرحمة دي حاجة غير بقى اللي انت فهمنا خالصة. ايوة طب انا هستفيد بها ايه الرحمة دي? لأ بص الرحمة دي بقى تتطلب ان انت لما يبقى عندك طفل عنده سرطان. تقول ده ربنا ده رحيم قوي. بس احنا مش فهمين الرحمة يعني. هو فيه سبب. خلى الطفل ده يجيله سرطان. طب ايه هو? يقول لك لا يا ربنا بس اللي عارف. طب انت عارفت من ين فيه سبب. هو ربنا قالك. انت عارفت ممكن عندهش سبب. يمكن بضان كده غتاتة. مزاجه كده. انت عارفت من اللي فيه? ما هو انت عارفت? لو انت وصلت ان انت قاعد معاه على القهوة. وبيقول لك بص يا حاجة احمد. انا عندي سبب لسرطان الطفل ده. فخلاص انتم بتتواصلوا مع بعدي باسألوا لنا بقى ايه السبب? لكن انت هو قال لك مسلا انا عندي سبب وانت لو قلت له ايه? قال لك لا انا بس اللي عارف. طب خلاص بقى ابقى اسأله. لما تبقى تعرف ابقى اسأله. لان هو ما قال لكش. هو غالبا السبب هو نفسه ما عرفوه. شبو ايسا نفسه ما عرفش السبب ده. لانه ما عارفت ان اقال. وبعدين ده بيتناقض مع التلات اجيان الابراهيمية بكتبهم كلها. لان الكتب كلها بتشرح الرحمة زي ما احنا فهمينها. وكلها بتقعد بالنعيم زي ما احنا فهمينه. وبتوقع بالعذاب والاقاب زي ما احنا فهمينه. يطلع ابقى لك لا ومين قال لك كده? مين قال لك ان الرحمة دي ايه كده? اعمل فين حضرتك? طيب لما هو الرحمة اللي هو يقصدها مش شبه الرحمة اللي احنا نعرفها. بيذكرها كده ليه في الكتب بتاعته? بيذكر ليه الرحمة اللي احنا فهمينها في الكتب بتاعته? ما كان قال لنا بقى. خلص وانت اكمل انا مش مش عايز ادخل في حوارات مع حد معلش. انا يعني عارف اللي هو ايه ما عنديش قول ان انا ايه اقعد اسمع الكلام ده واقعد احاول ارد عليه حاجة مجهدة جدا بصراحة. فانت بقى اقول اللي انت عايزه لما انا خلص. انا مش هطول عليكو ناس في احمد من اطول. لا لا. الكلام بقى بتاع ايه? اه المادة والطبيعة والكون. وهذه الامراض لم تظهر الا ان الانسان ابني ديني الكلب. هو ساعتها كده اقول لك السماد اللي احنا بنحطه في الاكل. هو اللي بيجي بالسراطنات. والديناصور زي كان بتحط السماد برضو. كان عندهم سماد يعني تلاقي الديناصور طلع السرعة كده شايل الفاس على. في اثبات علمي ان كان بيحصل كده قبل ملابس سنين. انت شفت ده بعينك. استاني استاني. معلش بس انت ما شفتش الله بعينك فعشان كده ما قبلتش به. فانت ما شفتش اللي قالك كده اصلا. عدت من ان ديناصورات كان بيحصل الله. معلش باقي ماتحب التاريخ الطبيعي هتلاقي عظم للديناصورات فيه اصر سراطنات. اللي مش عارف ما يتكلمش. ما حدش يخطي. الفاته ووحش. وخصوصا لو نتكلم في العلم. هتتكلمه في الدين افت وزي ما انتوا عايزين نعصرها كله خنتريش. فاي حد ممكن يفت فيه. هو العيل بتاعت الاظهر دي معها ايه? معها ولا حاجة عشان كده بيفتو في الدين برحيته. لان هو الموضوع مش متطلب اي تعلم اي شيء. انما القلم مش هنفت فيه. لا الديناصورات كان بيجي لها سراطنات. اه. اه. وحفريات كتير جدا كان بيجي لها سراطنات ايوة. الشمس نفسها تسبب السرطان. ما لهاش اي علاقة. لا بالموضوعات الحيوية ولا بالكيميكالز ولا باي حاجة. الشمس نفسها بتسبب سرطان الجلد. معلومة كونية. الشمس اللي احنا بنتعرض لها دي بتسبب سرطان الجلد. وما لهاش اي تدخل مننا. ماشي ربنا الدان عقل ما نعودش في الشمس فترة طويلة. عشان في حاجة بس. معلش. 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 لح بحسكم. يعني. 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 وحطي سانسكرين. ربنا خليلينا سانسكرين في مكتوب في القرآن. ايوة المؤمنين استعملوا السانسكرين عندما تذهبونا الى الشمس. ولا تجلسوا في الشمس طويلا. فانها تسبب السرطان. انا كان ممكن اصدق الكلام ده. ولا اطاركم بايدكم في التهلوك. ايه. او نفسه ريعلم شيء عن السرطان لانه ما معرفش اي حاجة من الكلام. اللي كاتب الكلام ده بدأ ويبصمجي. عايش في السحر من الف و ربعمائة سنة. لا يعرف لا سرطان ولا شمس ولا جلده ولا يفهم اي حاجة من الكلام ده. بتشتغلوا بتتكلموا مع مين? تتكلموا مع ناس جهلة ماشي. انما متتكلموش معنا احنا في الحاجات دي. مبيدات ايه وبتاعي? وبعدين بقى اللي بيدقى الرحمة وبيتشدك بالرحمة. انا كراجل مسلا عملت مبيدات. اطفال زنبوم ايه? طفل عنده سنتين يجي له لوكينيا اللي ايه? ليه? والسبب اللوكينيا ايه بقى حضرتك? هل المضادات والمش عارف والبتاع? ولا اي حاجة. خلل جيني. بس. مين اللي بيعمل الحاجات دي? مين? افين ارحم الرحمين? ليه ياخد واحد بزنب واحد تاني مش قالك لا تزر وزيرة انا وزرة اخرى? طب في ناس ولاد دين كال بحطوا مبيدات. الاطفال زنبهم ايه? حد انتو اللي بتتكلموا وعمركوا شفتوا طفل في مستشفى عنده سنتين عنده سرطان بتشوفوا حالته بتبقى عاملة ازاي? بلاش هاري والنبي? قص الكلام اللي هو ايه? طول ما هو بعيد بنوع بنفتي ونهري زي ما احنا عايزين. حد شاف طفل بيتقلم من الكيمو ثيرابي. وده عشان كمان احنا بنديهم كيمو ثيرابي. ربنا ما قلناش على الكيمو ثيرابي. ربنا اه المفاجأة بقى. ربنا لانه لا يعلم. ما عندوش فكرة. الباشا ما يعرفش. ما عندوش فكرة خالص. فالحاجات الوحشة اللي احنا عملناها دي بندفع تمانها. فيه ناس ما عملتش حاجة. تدفع تمانها ليه? تزر وزر وزر اخرى ليه? فيه مصائب كتير بتحصل في الكوكب اللي احنا عايشين فيها احنا ما تدخلناش فيها. وفيه كائنات كتير جدا انقرضت بمنتهى العنف وهي ما عملتش حاجة. هل تعلم ان تسعة وتسعين في المية من الكائنات الحية اللي عاشت على وجه الارض انقرضت? معلومة كونية. الكائنات دي برضو كتعملت مبيدات. حد شاف اه حيوان مفترس بيفترس حيوان تاني قبل كده. شوف كمية الالم باكلوهم هم مساحين. الحيوانات دي كتبتعمل مبيدات. هو ايه ده? السيدة او الانسة اللي بتولد. حد شاف قلم الولادة. ده ايه ده? ده ايه? ده ايه ده? كانوا عملوا ايه? يقولك الاس الانسان غلط. طب والبقر غلط? حد شاف بقرة بتولد? حد شاف اه اه حمار بيولد? بيتألموا برضو قلم رهي. ليه? ليه عشان ايه? عملوا ايه? ولا هو اي خنتريش? هو اي خنتريش? الكلام هو الاجابة هي اي خنتريش. احنا بنقول اي خنتريش. بنقول اي كلام فاضي. ليه? عشان احنا واقعين في مصيبة. احنا عايزين نقول ان اله ده كويس. بس شايفين مصايب قدامنا. فلو ممكن نقول ان هو كويس بس مش قادر. بس احنا برضو نسبن له ان هو كل ايه القدرة? طب يعني انت قادر على كل شيء? وانت كويس. طب سايب المصايب تحصل ايه? يقول لك بقى الاجابة ايه? ممكن يكون مش عايز. يبقى شرير. بس احنا عايزين نقول ان هو كويس. طب مش قادر. لا بس احنا بنقول ان هو كل ايه القدرة? فاحنا واقعين في وارطة. عشان كده بقى عادنا نخترع ايه? الشيطان. اه? اي كلام معنا. عايزين حد نرمي عليه البلوة دي. مش عارفين نعمل ايه? نخترع الشيطان. نخترع الخطيئة. نخترع اه اخطاء الانسان. اي خرط. اي خرط. عشان نحاول نبرقه. في الاخر خلص لما نفشل. مش عارفين نعمل ايه نقولك? مش يمكن هو ليه اه رأي تاني في الموضوع. مش يمكن هو عنده خطة. اه نفسي بقى انا واحد منهم يقول لي ايه هي الخطة? هو عنده خطة. اولا عايز اعرف انت عرفت منين? يعني هل هو قالك الكلام ده? سانيا. ايه هي الخطة? هو نفسه ما يعرفش ايه الخطة. ليه? لان هو نفسه مش موجود. انت اللي اخترعته. فانت ما عايز تلبسه خطة مش خطة? انت حر. اعمل اللي انت عايزه. هو احنا قدام المعضلة دي مش عارفين نعمل فيها ايه? فعملين نخترع اي خرط. اي عبيله وديله. عشان نحاول نبرق هذا الكائن. عايزين نشتغل له محاميين. مع ان هو نفسه ما بيبرقش نفسه. هو ليه مستنيه كنته تيجوا تبرقوه النهاردة يعني او تتكلموا بالنياب عنه. هل هو عاجز مسلا او اخرص? ما هو كان قارفنا قبل كده من الف وربعمائة سنة عمال يبعت فاني اقولك مش عارف مية واربعة واربعين الف نبي. طب يبعت لنا واحد يا ابا. طب ايه? لا وصحف ابراهيم وموسى. انه بسعرق وحد يقول لي جملة في صحف ابراهيم ووزين الليها فين? اي هند اي خنتريش. ليه? لان هو خرص من الف وربعمائة سنة. مش عارف يدفع عن نفسه. فمستني الناس دي تيجي ادعين يدفع عنه. وحتى مش ميديهم ادوات يدفع عنه. انا لو ابو عيسى ده جاي عيني مو حاني انا مردوش بصراحة. ليه? لان العضايا خسرانة. وبعدين انتوا بقى بتزودوا الشينا بتجيبوا له اعدام. عارف انت الناس اللي هم بيجوا برقود يروح اجابين له اعدام. فشلة عضية فشلة. حاجة صريعة جدا يعني. يعني اوه الراجل داخل مسلا ايه? يقول لك انا رجلي واجعاني وبتاع مش عايز يورينا رجل ومش عارف رجله دي كاي اللي عايز يورينا دي. يوم يكشف عنصاك. عايز نفسي وورينا رجل ومعافش مالها. تقريبا واجعاء او حاجة. مش عارف مالها. يعني يا راجل مسكين اعطفوا عليه. يقول لك اشعاف عايز اوريك رجلي وبتاع وان عامل عمل عملية وبتاع وان عامل عملية وبتاع وقعد عالك كورس يعاني بقاله مش عارف كم مليون سنة. لما البتاع كبرت بتقدي كده. يقول لك الناس بتيجي تخدمه. مش قادر يعاني يقوم حتى يخدم نفسه. يعني الراجل مسكين بتجيبولوش اعدام بقى يعني ممكن مثلا ايه نخرجه من القضية بكفالة ولا لازم نجيب له اعدام. لازم نقول كلام يجيب له الراجل ده اعدام. فهو بصراحة فاشل وجايب محامين فاشلة ليه. حاجة سيئة جدا بصراحة. الخلاصة ان كل المحاولات التبرير دي فاشلة. ليه? لان في الاخر كلها تضض بعضها وتضض نفس الكلام. الكلام نفسه اللي جيه في الادين دي. موضوع بقى الاخرة ده اخر نقطة معلش يختن بها واستحملون يعني. بيقولك بقى ايه? ده بقى ايه? انا سمعت الكلام ده زمان آآ من ناس مسحين وتقريبا هم الاخوة المسلمين وده ده حاجة غريبة انا لاحظتها يعني. الابولوجيتيكس المسلمين بيعفوش يقلفوا حتى. فيستني الابولوجيتيك المسيحي اه? يروح مقلف له تقليفة. فهو ياخدها ويأسلمها. يديها كده اتكافر اسلام. بعدنا رح يقالها لك. اللي ولا عيسان طالعة مثلا نجيب الكلام بتاع الابولوجيتيكس الامريكانز ويروح ايه مقلفه بغلاف اسلامي. وروح رمي في وشك. مسكين اصلا زي نفس الرسول برضو ما بيعرفش يعني. رح يستلف مسلا من حاجة من المسيحين حاجة من اليهود حاجة من مش عارة مين. اهو بيقول بيأكل ايش الراجل يعني معلش. الحاجة دي نسبعتها قبل كيقولك ايه? انت مين قال لك ان الموضوع انتهى عليك ما انت عشان مش مؤمن بالاخر. انت الوحش. مش مؤمن بالاخر. هو انت فاكر ان الموضوع انتهى يعني الطفل اللي تعذب ده هو عنده سنتين ومات. خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له كده. اما وانا ابصم لك بالعشر. يلا ايدي عليك اتفضل. فين بقى الاخرى دي? معاك صورة الاخرى دي? لا. تعرف يا فين? ما تعرفش. حد شافها قبل كده? لا. شفت حد راجع من هناك قبل كده? لا. يعني انت بتشتري سمك في ماء? يا ريض بتشتري سمك. ده احنا على الا الا عارفين ايه هو السمك وعارفين ايه المية. انت تعرف ايه هي الجنة? انت حتى بتشتري حاجة انت ما تعرفش يا ايه. انت ما عندكش تعريف لي ايها. ايه هي الجنة? ايه هي? ولا تعرف? ولا عمرك عندك اي دليل. وبعدين بقى ايه? انت دافع فيها تمن باهز. عذاب بقى طفلة عنده سنتين. ان الله اشترى من المؤمنين ايه? انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اه. يعني انا ادفع نفسي حياتي كلها. ده اغلى تمن تدفعه. عشان ديك الجنة. طب ونبي ما فيش نفحة فيديو مثلا حتى. ده انت النهار ده مثلا لو حد جاب يقولك ايه? انا اطلعك روز مثلا. ولا اطلعك رحلة في حياتنا اللي بتاع بقى عشر تلاف دورة. ده مبلغ كبير. فانا اقول له ايه? اشوف صور وهشوف فيديو. وهشوف حد راح قبل كده اشوف الريفيوز ايه? مش ممكن ما تعجبنيش. لأ ده واحد يقولك بقى هتاخد عمرك كله. هاخد عمرك كله. وهديك الجنة. طب ايه? فيها ايه? لأ ده فيها حاجات حلوة جدا. حاجات لعمرك فكرت فيها? ولعمرك شفتها? ولعمرك سمحتها? مايمكن تطلع وحشة. مايمكن ما تعجبنيش. ايه هو الكلام الفاضي ده. لأ ما انت هتاكل بقى وتشرب ومش عارف ونهر خمر وتنط على النسوان وبتاعه. ايوة معاك دليل. طب بتدينا صورة منصورة صور النسوان يا عم. طب فين صورة النهر اللبن ولا نهر الحز. اي حاجة يا ابو اي نفحة مفيش. فانت كده عامل زي اللي راح دفع مليون دولار عشان يشترك عربية مش موجودة. ومش هياخدها لما يموت. ابقى تعال قابلني. الكلام ده فين? في المشمش. لعنه مش في ايه حتى تاني. الجنة دي ان شاء الله في المشمش. لعنه لو موجودة كان بقى عليها دليل. لكن هي زيها زي ربكم بالزبط. فيش عليها دليل. لانها مش موجودة. واقوله كقولة هزا استغفر الجلدة لي وقالكم جميعا. اشكركم يا اخوة شكرا يا احمد دي على اتاحة الفرصة. لو دفعتك يا جورجي خلي بالك من نهر العسل اللي تقع ولا حاجة? ايه اللي حسب? اه يعني المشكلة دي وبعدين اللغوة والسوداع ولزة. عم طبع دبان فوق يتلم عليك الدبان. اه شغلان يا باب يا الله. اه شغلان يا باب. الخمرة من غير الكحول يا دكتور. اه يعني مش عارف يعني ايه خمرة من غير كحول يعني يعني ايه يعني. يعني عصير عينك. طب خلاص ما تقول عصير عينك. ويا فاز لك يا باب سواء لازم نتفاز لك وخلاص نقول اي كلام. يالله دخورة احمد ايه شوك. اه شغلان لغوة ايه شوك.